شيء تاني الصليب هو قوة أو يظهر قوة محبة الله قال يسوع ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحباؤه فيظهر قوة المحبة في رؤية وحد خمسة الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه ثم شيء آخر الصليب يظهر قوة الغفران الكامل الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا مسامحين بعضكم بعضا كما سامحكم الله في المسيح يسوع إن كان لأحد على أحد شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا مكتوب أحبائي في أعمال عشرة له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا قوة الغفران الكامل طلب من الآب اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون بل هو غفر للص التائب عندما قال له اليوم تكون معي في الفرداوس ثم أحبائي نرى قوة التطهير والقداسة في عبرانيين إصحاح 9 عبرانيين إصحاح 9 خليني أقرأ بعض الآيات أو أقرأ على الأقل آيتين في آية 12 وليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا لأنه إن كان دم ثيران وتيوس ورماد عجلة مرشوش على المنجسين يقدس إلى طهارة الجسد فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي آية 14 ثم أحبائي بصراحة الصليب هو العلاج لمشكلة الألم قوة على احتمال الألم فالمسيح تعاطف مع إنسانيتنا كإنسان كامل تعاطف مع بشريتنا فلا يستطيع أي إنسان أن يتهم الله في موضوع الألم لأن الجواب موجود في يسوع انظر يسوع المرسوم المصلوء أمام عيونكم إذا عندك مهما كانت مشكلة الألم عندك انظر إلى يسوع المسيح أمر بأحداث الصلب التفاصيل اللي مر فيها يسوع لابد إنك فعلا يعني إنه تعتبر الألم حتى بركة تعتبره بركة ثم أحبائي قوة الدينونة لم يأتي ليدين بل ليخلص ولكن هذه الدينونة إن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة لأن أجرة الخطيئة هي موت في دينوني أما هبط الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر